السؤال الثاني بيقول سلام عليكم ورحمة الله وبركاته لو سمحت عندي سؤال عايزة أعطي لشخص مبلغ على سبيل القرض مني وأخذ عليه فايدة لمدة عام هل ده حرام ولا حلال حرام قولاً واحداً أن أعدي فلوس لحد وأخذ فلوس على الفلوس وأحل الله الباية وحرم الرب ده اسمه ربا النسيئة إن أنا أدل واحد فلوس وأخذ الفلوس مقابل الزمن أخذ الفلوس مقابل الإيه؟ مقابل الزمن فأنا أدله فلوس وأخذ عليه فايدة طب واحد يقول لي طب إيه الفرق ما بين ده؟ وما بين البنك البنك بيد الفلوس على سبيل التمويل يعني بيد الفلوس وفيه غرض بيموله البنك وإلشان كده البنك رح شال من قانون البنوك قانون البنك المركزي شال منه رفز القرض فبقت البنوك في المادة الأولى بتعمل في إيه؟ بتعمل في التمويل والتسليلات الاقتمانية وزيادة رؤوس أموال الشركات ما بيدش بتعمل في القروض البنوك بتعمل في التمويل والتسليلات الاقتمانية وزيادة رؤوس الأموال يبقى إيه اللي حاصل؟ يبقى ما ينفعش أنه يجي يقول التمويل البنوك بتقرد لا البنوك بتمول البنوك بتعمل إيه؟ تمول ولو حد أقرد أي ركاة أي ركاة ولو حد أقرد بفائدة هنقول له حرام بس اللي بتعمله البنوك تكييف اللي إيه بتعمله البنوك إنه هو تمويل وليس من قبيل القرض حتى إداع المال في البنك لما واحد بيقولها ده أنا بدي فلوس للبنك وباخد عليها إيه؟ وباخد عليها فايدة لا ده ما اسموش فايدة ده اسمه عائد وريع إيه الفرق يعني ولا اسم يعني لا لأنه محدش قال إنه أنا بأقرد البنك أنا بعمل إيه؟ أنا أعطي المال للبنك اللي يستثمره لي في مشروعات البنك اللي هي كتير وبناء عليه إنه أنا أعطائي الفلوس للبنك ده نوع من أنواع تمويل مشروعات البنك وإذا كان هو تمويل لمشروعات البنك فهو ليس قردا فإذا أنا أعطيت المال أنا للبنك أنا خرجت من القاعدة التي توصل إعطاء المال إلى الربا اللي هي القاعدة إيه؟ كل قرد جرى نفعا فهو ربا ليه؟ لأن القرد إذا جرى نفعا كان هذا حقيقة الربا لكن أنا لما ديت المال للبنك أنا مولت مشروعات البنك والبنك لما داني المال في الأغراض اللي أنا فيها سواء الغرض ده مشروع أو سواء الغرض ده سلعة أو سواء الغرض ده خدمة فالبنك في هذا مولى المشروع ومولى الشراء ومولى الخدمة فإذا هذا لا يكون من قبيل إيه؟ هذا لا يكون من قبيل القرد الذي جرى نفع ولكن من قبيل تمويل المشروع تمويل الخدمة تمويل الشراء وكذلك لما أنا بضع مالي في البنك لا يكون هذا من قبيل إقراض البنك لأن البنك أنا مش مرتفق ولا مشفق على البنك ده أنا عطيت البنك باعتباره مدير للاستثمار أموالي وبيدير استثمارات ناس كتيرة شأنه كشأن أي حد بيدير استثمار أموال حد فبقى البنك مؤسسة وسيطة بيأخذ المال ويستثمرها وإيه هذا الاستثمار اللي أنا بكون فيه في حالة شراكة معه في هذا الاستثمار زي ما هو لما بيمول مشروعي أو بيمول شرائي أو بيكون معايا كأنه في حالة شراكة من ده والشراكة ليست الشركة ولكن الشراكة هنا بمعنى التمويل وساعتها بيبقى أخذ للريع وساعتها أخذ البنك للريع من جراء هذا الاستثمار هيكون ده جائز لأن ده من قبيل التمويل وليس من قبيل القرد ويبقى كده خرجنا من كل قرد جرى نفعا فواربة لأن ده ليس قردا ولكنه من قبيل التمويل أصدر أصدر شكرا للمشاهدة